سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمت من على السرير علشان عاوز اعمل الفيديو بتاع الحلقة التالتة او المباراة التالتة لان الناس كتير جدا طلبها مني. اليوم كان طويل وفي حاجات كتير ولكن فعلا الناس يعني طلبته اكتر من حوالي عشرة خمستاشر مرة كده في الكومنتز. فانا حابب اعمله. ان شاء الله يطلع كويس والناس تتبسط منه. هو جيم حلو جدا. النتيجة واحد واحد ما بين فيشرش وبتروزيان. في بطولة المرشحين سنة قاسم واحد وسبعين. اللي هيكسب منهم هما الانتين هيروح يلاعب سباسكي على بطولة العالم. اه حدث جلل يعني حاجة كده عظيمة بتتلعب في في الوقت ده. اه اخر مرة خسر خسارة غريبة. اه لو متابع السلسلة هتفرج على على الجيم اللي فات وتشوف ان الخسارة بتاعت فيشر كانت غريبة. يقال ان كان عنده انفروانزة حده. اه لكن يعني كلها اسرائيليات الله وعلم الحقيقة فين. اه والمرة دي بيلعب بالقطع البيضة. قبل نبدأ في الماتش. لو اول مرة تشوفنا ياريت تعمل لايك للفيديو وياريت تشترك في القناة. اه يقول اليوتيوب ان خمسين في المية من متفرج القناة غير مشتركين. اه بينسوا يشتركوا ياريت. هو ما قالش بينسوا. بس هو قال لدي خمسين في المية مش مشتركين. اه فيفضل يعني تشتركوا ان شاء الله بحيث تقدروا تتابع السلسلة بشكل اسهل. اي فور من فاشر. واي سيكس من بتروزيان بينقي دفاع رخم دفاع صلب الفرنسي. وفي كلمتين عن الفرنسي لوحدهم هقولهم دلوقتي غير الماتش. ولكن اعتبر ان احنا بنشرح الفرنسي او بديك التفريعات الرئيسية بتاعته بحيث تكون عارفها. اي فور اي سيكس دي فور دي فايف. ولتلعب في الجيم نايت سي ستري وده المين لاين. لكن لو لعبت اي فايف ده اسمه الادفانس فارييشن او التفريع المتقدم انك بتزق البيدق ده اسمه الادفانس فارييشن. ولسود بيدرب السنتر وانت بتسابورت السنتر. لسود بيدغط على السنتر. وانت بتحمس سنتر. ليسود بيدغط على السنتر. وانت عندك بقى النقالات كتير. ممكن تطلع بالفيل. ممكن تطلع بالحصان. يعني فيه ناس بتلعب باي ستة وتلعب كده تحاول تضرب الجنب ده. مش هنخش في تفاصيله لكن تعرف ان ده اسمه بعد نايت سي تريي الحصان بيطلع هنا ولو بيت برضه بيختار هل هيخش في التفريع اللي تلعب في الجيم اللي اسمه بيرن بيرن فارييشن او تفريع بيرن ولا هيختار دلوقتي يزق البيدأ وده اسمه الكلاسيكا الفرنش او الفرنش التقليدي او الكلاسيك اه يضرب السنتر تحمي السنتر يضغط على السنتر تحمي السنتر يطلع كده والنقل ده مشهور جدا اه يدي كش عايز الحصان بتغطي بيكو بلا في بيدأ بتزق تفريع طويل كده لذيذ برضو مش موضوعنا لكن حابب اديك الايدياز او الافكار بتاعت الافتتاح بتاع الفرنش كمان لو 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 الاسود مطلعش بالحصان وربط الحصان ده تفريع مشهور جدا واكتر تفريع شرب في الفرنش اسمه او تفريع دي بي ل ما بتزق هاجة مهمة اي لعب بيدأ ملك لازم يبقى عارف التفريعات دي ويرض عليها ازاي بالابيض يالا نرجع عالى الجين بتاعنا مياخدش فيه وقت ان شاء الله فاشر قرر يربط الحصان وصاحبنا نبقى بيدأ في بيدأ اكلنا ضغط زيادة على الربطة. كسر الربطة. وفشر قرر انه يديره الفيل في الحصان. وهنا بتروزين عنده اختيارين. ياكل بالفيل? ياكل بالبيدأ. لو اكل بالفيل. حصان في فيل. ياكل بالوزير. لاين متعادل جدا. لسه ما حصلش الامبالنس. الامبالنس يعني عدم التوازن في الموقف. وعلشان تكسب مطش شطرنج لازم تخلق عدم توازن. يعني يكون عندي فلين قصاد ان الخصم بتاعي مسلا بادق ومش حلوة. اه اه وهكذا. يعني بتاخد حاجة وتسيب حاجة. وطول الجيم انت بتحاول تثبت ان اللي انت خدته ده احسن من اللي خصمك خده. وكذلك الخصم بيحاول يعمل العكس. المنظر ده اللي انت شايفه قدامك ده جيم متعادل جدا ما فيهوش امبالنس. ما فيهوش عدم توازن باي شكل من الاشكال. لكن بتروزيان واحد واحد معاه نقطة عايزي جيبت تانية. فالتفريع المنطقي هنا لو بتلعب على مكسب انك بعد ما تاكل تاكل بالبيدأ. وتحافز على الفلين بتوعك لان ده تفوق جيد. وتاخد الزقة دي دلوقتي البدأ اللي كان طرفي بقى بدأ وسطي وهياخد مشاركة في الوسط جيدة. اه المين لين هنا اللي بتتلعب المفروض ان الحصان بيطلع هنا لكن احنا في واحد وسبعين يا جماعة مش في عشرين عشرين. اه اتلعب جي ثري في الموقف ده بدل الحصان. اه فيه تفريعات كتيرة هنا كنت قعدتها حضرتها. اه لكن يعني مش مش موضعنا. نايت اف ثري. اه يزوق عليك ترجع يضغط على البيدأ بتلعب كوين دي تو وتبايد طويل ممكن. اه والجيم بيمشي هو ده دلوقتي المودرن لاين ممكن بعد ما تلعب كوين دي تو يلعب لك سي فايف او يعب لك بيشب سي سي سيكس. اه نايت سي سي سيكس. وهكذا. لكن جي ثري من فشر اتلعبت. وعليها زقع الحصان. الحصان رجع هنا. وبشب اف سيكس ضغط على البيدأ. البيدأ عايز يتحمي. نقلة منطقية جدا تخرج بالحصان هنا تحمي. لكن فشر خرج من هنا ودي من وجهة نظري. خلينا نشوف لو كان طلع من هنا ممكن يحصل ايه? ضغط زيادة على البيدأ. دلوقتي لو زقيت كده البيدأ. ياكل في الحصان بكش جامدة. ياكل وبعدين ياخد البيدأ. اذا الزقة مش حلوة. والبيدأ بيقع. قال لك لو انت حطيت الكمبيوتر هيقول لك ان احسن نقلة انك تحط الحصان ده هنا عشان تحمي. وبعد كده تبقى سببورت السي فايف. لكن الخصم مش هيسيبك تاخد وقت يعني مش هيسيبك تلعب سي تلاتة براحتك. وبتاع يقوم ضرب السنتر دلوقتي بالي فايف. ولو انت حاولت تفوت كده تقول له هات حصانك يقوم لعيب لك كده يقول لك هات انت البيدأ. ولو انت زقيت كده بفكرة انك حميت وعايز تدي كش وتاخد الحصان يبيد. عندك بقى دلوقتي نقلات زي مثلا خلينا نشوف ممكن ايه اللي يحصل هنا. هو التهديد الواضح جدا هنا ان الزقة دي هتبقى جامدة قوي. انت مثلا لو زقيت دلوقتي على الحصان عايز تماشي الحصان. ام زقق عليك كده. باستموف تاكل الحصان وياكل. وبقت الرخاخ على الملك بتاعك الجيم مش حلو مش عجبني. عشان كده فشر ما دخلش في التفريعات المعقدة دي. مع العلم ان ك لو حاولت تهرب باي شكل من الاشكال بالحصان ده. الحصان بيخش بكش قاتلة هنا. تفوق سبعة. نرجع نرجع من التفريعات الجانبية دي. اه انا بحاول افهمك ان حصان هنا مش حلوة. حصان هنا احلى. هتخلي الفيل لما يطلع يفضل مفتوح ما فيش حصان واقف قدامه. وفي نفس الوقت هتخلي الحصان ده لما جيي العب دي فايف. مع عندوش فيل في حصان واقل بالبيدء وباوز بيادي. لأ ااكل بالحصان ويفضل بتاعي ماشي كويس. نايت سي سيكم من بتروزيان الصخرة الدفاعية وعليها فيشر دلوقتي ما ضغوط على البيدء ده واحد واحد اتنين تلاتة ضغطين على هذا البيدق امزاق البيدق دي فايف وعليها بيدق في بيدق واحد يقول لي ليه ملعبش مثلا حاجة زي كده بحيث مش مضطر يبوز بيادقوا بالمنظر ده ويصبر عليها النفشرة يحط الفيل عادي جدا يبيت يبيت والجيم يبقى عادي مفيش مشكلة بس سفلاتة من لقطات بعد بيدق في بيدق بيدق في بيدق وف دي تيجي هتلاقي ان البيدق ده متأخر شوية والتخلص منه مش هيكون سهل نقلات زي حصان هنا في هنا برضو هتبقى عاملة زي كلام بعالبيدق مايتزقق بسهولة هيبقى بيدق متأخر لكن اللي تلعب كومبليتلي فاين ان انا اكل بيدق في بيدق وفشر اكل بالحصان تاريكا هذا البيدق ولما البيدق اتاخد ساب الفرق ولعب بيشب جي تو يا سلام هو تضحية الفرق دي حلوة دي حلوة جدا حتى بتروزيان ما دخلش فيها ولا اخدها خلينا نشوف بتروزيان لعب ايه بتروزيان بيت هنا الملك بتاعه ولكن لو كان اكل تاكل بالملك طبعا ما يقدرش ياكل دلوقتي لا انا اسف اصلا ما يقدرش ياكل عشان هو محمي هات الرخ بتاعك بعد التبييد يدخل بالحصان بكش قاتلة هنا يهرب من الكش كده مثلا بعدين يبيت ويجيب الرخ ويلعب بالحصانة موقف في منطقة الصعوبة الفكرة ان الوزير ده اصلا لو اتحرك في اي حتة غلط بيتكشف عليه بكش يعني مثلا لو رح هنا ولا بتاع ولا رح هنا تلاقي الحصان هرب وام بيو اكل الوزير على طول فالوضع ليس سهلا ولذلك صاحبنا بيت وفشر بيت يعني عشان برده تبقى معنا في الصورة فشر بعد ملاعب الفيل هنا ام صاحبنا ام بيت وفشر ام بيت ومع ذلك لسه سيبله الفرق يقوم بتروزيان يقوله سلام عليكم ولا هاخد فرق ولا هاخد بتاع ونسيبك يا فشر تاخد الفرق وتحط وزيرك والحصان يخش بكش والحصان التاني ينط هنا في هنا ويعمل لي شوية حبشتكنات على الملك ما ينفعش طبعا ام اوكي حصان راح في مربع جامد نايت اي فايف نايت اي فايف نايت اي فايف عايز يهاجم على الملك بالحصان من هنا او يمكن عايز يرجع يكسر الحصان الجامد اللي على الملك ده ويدافع هي نايت قوية انك تشفت عموما تشفت يعني التحرك يعني الحصان بتاع جناح الوزير على جناح الملك دي فكرة جيدة جدا بيساعد في الهجوم او في الدفاع كوين اتش فايف ده انا جاي لك ويناوي اعمل اه هجوم على الملك بالوزير والحصانة والدنيا تبقى ايه لزيزة نايت جي سيكس يا عم بقول لك ايه اغس الشيطان وتعال انكسر وفيشر يقول له رخ هات لو سمحت الكشف على الوزير بتاعك لسه مافيش كشف واضح حتى الان يعني كش ولا كش هنا الوزير بياكل فابتروزين امزق بيدا على الحصان وقال له لو سمحت امشي بحصانك الحصان ملوش اي كشفة منطقية دلوقتي خالص فرجع هنا ما انت لو اتدخل هنا ولا دخل هنا مافيش مافيش حاجة فرجع هات وزيرك لو سمحت والوزير راح في الاف ستة زيادة دفاع على الملك علشان الدنيا هتبقى خطيرة شوية وهنا هستأذنك كنقلة ممكن تكون يعني مش مبهرة لكن أنا عايزة توقف الفيديو وتفكر ممكن تلعب إيه بأبيض في الموقف ده وأكون سعيد لو وقفت ما تنساش تعمل لايك ما تنساش تشترك في القناة لو أنت دخل من الموبايل هتلاقي كلمة تشتراك أو سبسكرايب تحت ولو دخل من اللابتوب أو الكمبيوتر هتلاقي في نفس الفيديو على إيدك اليمين تحت علامة مائية لذيذة كده تقرب منها هيطلع لك زرار الاشتراك طيب النقلة اللي تلعبت في الجيم هنا هي كينج ايتش وون هي دي نقلة يعني يعني دي نقلة تستحق إنها هنوقف الفيديو وكده قالك آه 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 ما هو التهديد دلوقتي آه يعني فشر دلوقتي عاوز يضغط على البيداء الضعيف ده من خلال بيشب ايتش ثري ولكنه خايف إن لما البيداء لما يلعب الفيل دي حصان في حصان ياكل ويددي له كيش يكسر الوزراء وفشر مش عايز يكسر الوزراء ناهيكة عن إن وزير في وزير دي حاجة وحشة خالص للأبيض علشان هيزبط البيادئ والبيادئ دي بقت وحشة قوي وسهل الضغط عليها فهيدطر يمشي كده مش هيدطر يعني هيلعب كده بس مش هيكسر تلاقي إن الخصم مش هيكل طبعا عشان ما يزبطش بيادئ الأبيض فيقوم طلبه هيقوم ماشي هنا مثلا ممكن يطلبه تاني ما تقدرش تاكل علشان آآ انت مربوط فممكن ترجع هنا فيمشي فتمشي فيجيب وزيره فتهرب هنا ولا دا كسر ولا دا كسر علشان اللي اتنين بيعنيدوا على بعض ومفيش حد آآ يعني مفيش حد من اللي بيلعب هيزبط بيادئه هنا يعني فيهم انت العند في الموضوع عمل ازاي طيب دا التفريع الجانيبي اللي كان ممكن يحصل لو فشر ملعبش كينج ايتش وان عرفت ليه كينج ايتش وان نقلة حلوة علشان اللي جاية دي بقى هيبقى بضغط ولو اكل حسان فحصان ياكل ومعدش فيه بكش البيدئ هيقع طيب يا شباب نكمل بيشب جي سافن بيشب ايتش ثري هات البيدئ رجع حمل بيدئ روك دي ثري دا الفايل الوحيد دلوقتي اللي فشر يقدر ياخد منه تفوق ويدغط بالرخاخ بتاعته على الفايل المفتوح بيشب يطلع وفشر يكمل الفكرة بتاعته بيشب ايتش سيكس انا عايز اكسر الحسان دا واعوج لك البيادئ بتاعتك انت كمان فشر يقول له روك دي فور لو اكلت انا حاكل بالرخ وزيد الضغط على بيدي الاف فايف وبيتروزيان يفاجئنا ويقول له ولا اي حاجة كل وكل وبعدين انا هتشالنج الفايل بروك اي دي وون فشر ياكل رخ فرخ ياكل رخ فرخ ويلعب بيشب تيكس اف فايف اخد بيدق يا سلام لا هو ماخدش بيدق ولا حاجة هو بيرجع البيدق بتاعه لان لو تفتكر في اول الجيم الفيل اللي كان هنا اكل البيدق بتاع البيتو فهو كده فشر رجع البيدق بتاعه اه يعني اخد ايكواليتي دلوقتي لكن هل بتروزيان ساب البيدق بمنتهى البساطة كده شكله كان عنده حاجة تعال نشوف عنده ايه بتروزيل حاسب ان بعد حصان لما ياجه حصان ياكل بالحصان يلعب نقلة جميلة وقف الفيديو وشوف النقلة اللي جاية ممكن تكون ايه خمسة أربعة تلاتة اثنين واحد النقل الجاي يا شباب روك دي فايف ضاغطا على الربطة بتاعة الحصان يا ترى الضاغط على الربطة ده بيضيع الحصان فعلا يعني لو ادينا كش مثلا زي دي كده هل دي جيدة قالك مش حلوة خالص دي اخسارة للأبيض الحصان يطلع الملك يطلع هنا بضغط على الحصان ما تخافش انت ما تطلعش هتاكل دلوقتي لان لو كالت بناكل الوزير والحصان لو جاء هنا خسائر هتاكل انا ما يجي هنا ليه اصلا دي يجي يتاكل على طول ما نوش معنا عايزين واحدة من الاتنين ما بيتحموش فالموقف كده خسارة تفوق ستة ولو حاولت تعمل حوار حوار زي انك اما ناكل هنا الاول ولما ياكل ابقى اكل ايه وزيره يقولك لا دي ناكل بكش خسارة فادحة وخطأ فادح اذا واضح ان الحصان ده كده راح او لعب جي فور احميه بالمنظر السخيف ده وعليه بيشيب تيكس بون تيكس تلعبت و صاحبنا هنا اختار ايش ستة بتروزي هنا ايش ستة ليه علشان لو في لقطة من اللقطات الرخ دي جات هنا وتدي كش يبقى عنده مكان يعرف يطلع فيه ويستخبى من كشات الوزير يعني لو مثلا جيت الرخ دي هنا بكش لو كان البدء مكانه كان لقيه ده اطلع وكش دي بقت جندة جدا تقريبا كش مت كش مت طبعا لان البدء ده مش هنا فkenntاجيه ايش تغطية ايش ستة من اللقطات المهمة قوي وزيها بالظبط دلوقتي كينج ايش سيفن استخبى اي تو. دي اللي تلعبت في الجيم. عاوز آآ ممكن ينزل هنا. آآ او يدي آآ ينزل يحط الرخ هنا وينزل بالوزير هنا يدي كشماتات. فآآ صاحبنا آآ بتروزيان قال له مفيش الكلام ده مفيش نزول في تمانية. قام رجع تاني. هات البيداء اللي في الاف سيفن. رجع حماه. قام رجع تالت. هات النزول تحت. مسلا محلوش. وكرروا الموقف. كرروا الموقف. والجيم ده خلص تعادل. خلينا اقول لك برضو نبزة. كانوا بيقولهم ان ليه يا بتروزيان. آآ ماشي خلينا ارجع في الموقف ده لحد هنا. ليه يا بتروزيان لعبت النقلة دي. وما لعبتش مسلا رخ سبعة عاوز البادئ دي. قال لك لا دي عليها تفريع جميل قوي 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 دلوقتي. قال لك تدي كيش. لأ مبدعيا تهرب بوزيرك هنا. يا كل البيداء. تدي كيش. يهرب هنا. وتلعب كوين اف فور. التفريع ده هيخلص في الاخر باطة برضو. بس هو شكله لذيذ. ياكل هنا. تنزل سبعة. عاوز مات. مفيش حماية للمات غير من خلال وزير يرجع هنا. تاكل. وعايز مات. يرجع يحمي تاني. تنزل. نفس التهديد. يرجع يكسر. يطلع. نفس التهديد. يرجع هنا. تنزل. عايز تدي كيش مات. نفس التهديد. ما ينفعش بقى نرجع الراجعة دي دلوقتي. ليه? علشان لو رجعنا الراجعة دي. ناخد مات. طب هم مال ايه النقلة السحرية اللي تحفظ. التعادل للأبيض. للأسود. ايج فايف. وتاخد الكش يا قلبك. اه اخد الكش يا قلبي. ويجي هنا ياخد كش تاني. يجي هنا ياخد كش تاني. والجيم برضو بيبوط. او بيتعادل. احنا عند دولة مصر بيقول بيبوط معرفش. اه لو في الدول العربية في الامارات والسوريا والعراق. بيقولوا كلمة يبوط دي ولا ما بيقولوش. اه. والجزائر وتونس عارف الحمد لله اللي رب العالمين ان فيه ناس بتتفرج علينا من الجزائر ومن تونس. ومن معظم الدول العربية. كما تقول احصاءات اليوتيوب. اه. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالجيم هو تعادل اه الا انه اه زي ما بيقولو. او تعادل اه بعد معركة. يعني مش ما خانوش اصلا بيلعبها عشان تعادل. هو الجيم تعادل منهم وغزب عنهم يعني بالعافية. اه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشيره لو عجبك. اه. والنتيجة للوقتي واحد ونص واحد ونص. ويا ترى يحصل ايه في الجيم الرابع? تابعوا معنا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.